بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي لكم تحياتي أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات حل أسئلة كتاب الآيزو في المراجعة النهائية لكيميا السنوية 2021 النهاردة هنتكلم على صفحة 37 تاست نمبر 1 في النص الثاني من الباب الأول من أول الحديد لحد نهاية الباب السؤال الأولاني ترجع أهمية فحم الكوك داخل الفرن العالي إلى أنه عامل مختزل ولا العامل الرئيسي في عملية اختزاء الخيمات الحديد ولا مصدر الطاقة داخل الفرن ولا الإجابتان ألف وبه معا تبص كده ألف بيقولني عامل مختزل هو فحم الكوك هو العامل المختزل لا فحم الكوك هو اللي بيحضر العامل المختزل العامل المختزل أول أكسيد الكربون تبتعال الرقم به العامل الرئيسي في عملية اختزاء الخيمات الحديد هو من اللي بيختزر الخيمات الحديد أول أكسيد الكربون طب مصدره مين الكربون او الجرافيت ليه لان الكربون او الجرافيت زي ما احنا عارفين بيحصل له عملية اكسادة وبعد كده بتحول الى ثاني اكسادة الكربون وبعد كده بتحول الى اول اكسادة الكربون زي ما اكتب لك المعادلات اول حاجة فاحم الكوك بيحصل له عملية اكسادة بفعل طيار اكسجين بيدفع داخل الفرن ويحصل له عملية اكسادة ويتحول الى ثاني اكسادة الكربون بعد كده أساني أكسيد الكربون ده بيحصل له عملية تفاعل باستخدام فحم الكوك الزيادة الموجود ويتحول إلى أول أكسيد الكربون كده هنا إلى أول أكسيد الكربون CO أوزن المعادلة أحط هنا كام 2 طيب هنا C زائد O2 دينا CO2 دي كده عملية أكسدة والCO2 زائد CO هنا كان عدد تأكسيد الكربون كان بموجب 4 هنا CO أصبح عدد تأكسيده بموجب 2 يعني موجب 2 يعني حدث عملية اكسيد الكربون وتحول إلى ثاني أكسيد الكربون بعد ثاني أكسيد الكربون بيحصل له عملية اكسيد الكربون ويتحول إلى أول أكسيد الكربون وبالتالي بقول أن هنا المصدر الرئيسي لعملية الاختزال هو فحم الكوك ليه؟ لأنه بيتأكسد إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يختزل إلى أول أكسيد الكربون وهو العمل المختزل وبالتالي هو العامل الرئيسي في عملية اختزال خامات الحديد طيب السؤال رقم اتنين بيقول لي يؤدي اختلاف نقط العناصر إلى جعلها أكثر صلابة عند وجودها في سبيكة بينيه هي من اسمها كده كلمة سبيكة بينيه كلمة سبيكة بينيه يعني ايه؟ يعني عند زرات الفلز الأصلي بتبقى كبيرة وفيه في النص هنا زرات فلز المضافة بتكون صغيرة يبهينا اختلافهم في ايه؟ واحدة حجمها صغير واحدة حجمها كبير اذا اختلاف فيه أنصاف الأقطار يبهينا اختلاف فيه أنصاف الأقطار طيب لو كان الأنصاف الأقطار دي متساوية ما يخلاش سبيكة بينيه بقى يخلاش سبيكة استبدالية يبهينا أنصاف الأقطار هي اللي بتحدد نوع السبيكة سواء كان سبيكة بينية او سبيكة استبدالية لو كانت الأقطار مختلفة يبدينا سبيكة بينية لو كانت الأقطار متساوية يدينا سبيكة استبدالية السؤال التالت في السباك التالية يكون المستلفع الأخير لعناصر الدخلة في تركيبها تام الامتلاء هل النحاس الأصفر ولا الحديد الصلب ولا ديره ألمين ولا جميع ما سبق طب الأول كده بعد إذن الحب كده اللي بينهم قولي مكونات كل واحدة فيهم النحاس الأصفر أو بسمول برانس ده بيتكون من نحاس وبيتكون من قرصين أما الحديد الصلب ده عبارة عن إيه ده عبارة عن حديد وعبارة عن كربون طيب الديورو ألمين ده خليط من عدة عناصر طبعا أهمها من عنصر الألمونيوم ومعه عناصر تانية زي ممكن يكون معاه النيكل وممكن يكون معاه النحاس يبقى عندي الديورو ألمين ده عبارة عن ألمينيوم ونيكل وألمونيوم ونحاس وهم اللي يتم مع بعض بيسمهم ديورو ألمين طيب هنا ما بيقول لي مين فيهم بيكونهم السباك ديت او العناصر ديان مستوى الفرعي الاخير العناصر ديان تم الامتلاق طبعا السؤال او الاجابة واضحة جدا جدا ان ده هيكون النحاس الاصفر ليه لان النحاس الاصفر زي ما قلنا عبارة عن ايه عبارة عن ده فن سريال الابن عادي عبارة عن النحاس سيو وعبارة عن خارسين زدين النحاس بيكون تركيبه فور اس وان ثري دي تان وهنا الخارسين هيكون فور اس تو ثري دي تان يبقى هنا المستوى الفرع الاخير في الاتنين بيكون تم الامتلاق يبقى هنا النحاس الاصفر نيجع السؤال الرابع يمكن للعنصرين نقط ونقط تكوين سبيكة بين فلزي بص يعني ان السبيكة بين الفلزي لا بد ان تكون العناصر مختلفة في انصاف الاقطار وخلي بالك من الحتة دي العناصر الانتقالية بتكون مع بعضها سبيكة استبدالية يعني يبقى عشان اقول ان السبيكة بينية اولا احنا عندنا مثال واحد حديد مع كربون يعني هاخد عنصر انتقالي وعنصر غير انتقالي يبقى هنا يمكن للعنصرين نقط ونقط سبيكة بين فلزي بلاد ايه ولي ايه ولي ايه ولي ايه والجي ده وان بي وده تو بي تمام وعندنا عنصر الجي ده خارجهم خالص الون بي والتو بي ده والاخر عنصرين في العناصر الانتقالية تمام يبقى بالتالي انا بدور على عنصر انتقالي مع عنصر غير انتقالي بس خلي بالك ركز اوي 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 في الحتة ديت عشان ما تطلق باطش هاخد مين مع مين الاول? اولا عندك في ايه و سي و اي. بس معلش هرجع اكد تاني. دي سباكة بين في الزي. ما احنا اصلا عندنا في المنهج بتاعنا? تعال في كرة مع بعض كده السباك البين في الزي ونشوف مين في دولة ينفع. تعال كده نشوف. هنا امثلة السباكة البين في الزي عندي رصاص ودهب وعندي السمنطايت حديد وكربون وعندي سبيكتات ديور الامونيوم النيكل والامونيومي النحاس طيب انا عندي مين هنا في جروب وان ايه انا عندي في جروب وان ايه عند الدهب وعندي النحاس تمام طيب انا عندي هنا هل هنا حد من جروب تو بي لأ يبقى الاختيار اللي هختاره لازم يكون من جروب وان ايه ليه لنبص كده العقام اللي بده لنا بديني هنا جروب وان ايه وان بي سوري جروب وان بي وجروب to b. الوان بي اللي عندي هنا موجود ده عبارة عن ايه؟ فيه عندنا نحاس وفيه عندنا فضة وفيه عندنا دهب. طيب احنا عندنا السابكتين فيهم جروب واحد من الوان بي. الوامين. كان عندنا نحاس في ديور الألمين وكان عندنا دهب في الدهب والرصاص. طيب. هنا النحاس اهون المفروب بيكون معها الامينيوم الامينيوم قابل منهم في جروب اه او بعد منهم قصدي في جروب كام? في جروب تلاتة ايه. طيب بص كده في الجدول الدوري. بعد منه ثلاثة اي. وده اربعة اي. تمام? ده ترتيب العناصر في الجدول الدوري. التلاتة ايه اللي هو فيه الالموني ومش موجود فيه حد. يا بالتالي انا هاخد الاي اللي هو الدهب مع الرصاص. بس نشوف الج ده هو مين? تعال نشوف بقى الجدول الدوري ونشوف مين هيطلع الج. ده الجدول الدوري ده عندي هنا الدهب اللي هو هنا في جروب وان بي ده ترتيبه التالت خلاص زي العنصر ايه موجود عندنا وبعد منه باتنين موجود ده كده تمانين واحد وتمانين اتنه وتمانين واللي تلوه تمانين ده مين ده اللد او الرصاص وبالتالي الاجابة هتكون هاخد الاي مع الجي ده الدهب وده الرصاص بي بي وده السبيكة البين في الازل عندنا هو الاي مع ال جي فالاختيار هيكون رقم دال سؤال رقم خمسة من الجدول التالي اي العبارات الاتية الصحيح مدينا هنا عنصر او ايون هنا ال اي موجب ثلاثة هيكون اي موجب عشرة اي اي عشرة يعني ده معناه ان ال اي ده عدد الزر بي تلاتاشر الهو مين الالمينيوم والبي موجب ثلاثة بيكون تركيبه اي ار تمنتاشر تري دي فايف ده معناه ان العنصر ده لما يجي رجعه الاصله هيكون عنصر انتقالي هيكون مين هنا رجع التلاتة تاني يبقى فور اس تو سري دي سيكس ده الحديد ده ستة وعشرين طيب تعال هنا على اللي بعده السي موجب اتنين بعد ما يفقد موجب اتنين الالكترون هيبقى اي ار تمنتاشر سري دي فور لما تيجي ترجعه الاصله هيبقى فور اس تو سري دي فور يعني هنا عشرين اربعة وعشرين ده الكروم اه اه ده كده عدد الزر يعني ماشي اول المفروض يكون فور اس وان سري دي فايف ده اللي هو الكروم الدي بقى الدي ده عنصر بيكون اتش اتنين وي تو اس تو تو بي تو اتنين اربعة ستة ده عنصر الكربون اي العبارات اللي اتيها الصحيح يتحد البي مع الدي مكونا سابيكا استبدالية حنا الاول قل هنا الال وقلنا ده كان اه الحديد افي وده كان اه الكروم اي ار او الكروم اه اربعة عشرين وده الدي كان الكربون سي ستة طيب بتتحد البي مع الدي مكونا سبيكة استبدالية. البي مع الدي من البي ومن الدي. البي ده عنصر انتقالي والدي ده الحديد عنصر الكربون ده عنصر غير انتقالي. ما ينفعش. لازم يكون العنصرين انتقاليين عشان اسمي السبيكة اللي بينهم استبدالية. يتحد الاي مع السي يكون سبيكة بين فلازية. الاي اللي هو الالمينيوم والسي اللي هو الكروم. عندنا الالمونيوم والكروم. لا احنا عندنا الالمونيوم مع نيكل او المونيوم معنحاس يتحد البي مع السي مكونان سبيكة بين في الوزية البي اللي هو الحديد والسهو الكروم الاتنين عناصر انتقالها يكونوا سبيكة استبدالية تب البي مع دي يكون مع النوعان من السبايك البعض البي mats البي الحديد والدي ده كربون اه ممكن يكون سبيكة بينية او ممكن يكون سبيكة بين في الوزية يبقى اللي عجابة هيكون هي رقم دالي عنية لان الحديد ممكن يرتبط مع الكربون ارتباط فيزيائي ويكون سبيكة بينية وهو الحديد الصلب وممكن يرتبط مع ارتباط كيميائي دين السمنطايت وهو كان سبيكة بين فيزي وده نهاية صفحة 37 رقم 6 اكسيد الحديد الاسود اكسيد مختلط لذلك عند تفاعله مع الاحماض المركزة يعطي قلنا زمان ان الاكسيد يتفاعل مع الاحماض ويعطي الملح المقابل يعني لو كان عندي اكسيد حديد اثنين مع حمض يدينا ملح حديد اثنين طب لو كان اكسيد حديد ثلاثة يدينا ملح حديد ثلاثة ومية طب لو كان اللي هو الاكسيد الاسود او الماجنيتايت او الاكسيد الحديد المغناطيسي ده يدينا خليط من املاح حديد اثنين واملاح حديد ثلاثة والاجابات املاح حديد اثنين بس ماينفعش املاح حديد ثلاثة بس ماينفعش اكسيد حديد ثلاثة بس ماينفعش فيدينا هنا أملاح حديد 2 وأملاح حديد 3 والإجابة هتكون هي رقم دال السؤال اللي بعد بيقول لي عند اختزال الهيماطيت عند درجة حرارة 250 ثم أكسادة المركب الناتج يتكون نقطة هل F3 أفور ولا F2O3 ولا F2O ولا لا توجد إجابة صحيحة ركز بقى في السؤال ده أنا هعمل اختزال الهيماطيت عند درجة حرارة 250 أنا قلت لك زمان أن اختزال الهيماطيت بيتوقف على درجة الحرارة إيه هي درجة الحرارة؟ قلت لك درجات الحرارة كالآخر أولا لو درجة الحرارة أعلى من 700 الحديد يفقد كل الأكسجين اللي فيه أو أكسيد الحديد أو الهيماطيت يفقد كل الأكسجين ويدينا حديد بس طب لو درجة الحرارة من 400 إلى 700 يدينا أكسيد حديد 2 طب لو درجة الحرارة من 230 وثلاثين إلى تلتمية يدينا اكسيد حديد مغناطيسي طب هنا كان 250. المتين وخمسين ديت يعني ما بين المتين وثلاثين والثلاثمية بكده يدينا اكسيد حديد مغناطيسي طيب اكسيد حديد مغناطيسي ده اول خطوة بعد كده هكسده اكسيد الحديد المغناطيسي خليط من اثنين وتلاتة لما يتأكسد مقدموش غير حل واحد بس انه تأكسد لأكسيد حديد تلاتة اللي هو الهيمياطايد وبالتالي الإجابة هتكون هي رقم به السؤال الثامن بيقول لي عنده تسخين خليط من اكسيد لحديد اثنين واكسيد لحديد ثلاثة في الهواء الجوي فانه يتكون اكسيد حديد اثنين ولا اكسيد حديد مغناطيسي ولا اف اي سي او ثري لهو السيد رايد ولا اف اي تو او ثري طبعا الإجابة واضحة جدا ايه هي تسخين في الهواء بعمل عملية اكسيد اكسيد اثنين يتأكسد لأكسيد حديد ثلاثة وهو حالة الأكسود الأعلى. طيب أكسيد حديد ثلاثة هيقول لك يا باشا أنا مرحلة الوحش أنا ما بات أكسيتش. هنحصل اختزال بس. ليه؟ لأن أنا خلاص وصلت للقمة وصلت للسقف. أنا كده رأسي والسقف ما عملتش عملت اختزال. يعني بالتالي اتنين هيتأكسل لثلاثة. فالناتج هيكون هو رقم دان اللي هو أكسيد حديد ثلاثة. بالإجابة داك. سؤال رقم تسعة. بيقول لي عندي تسخين اللي هي مطايت مع وفرة من العامل المختزل لدرجة حرارة 280 اقبالك من درجة الحرارة. ثم رفع الحرارة إلى خمسمائة وستين. إحنا اتفقنا. من ماتين وتلاثين لتلتمية يدينا المغناطيسي. طيب من ربعمية لسبعمية بدينا أكسيد حديد اثنين. يبقى هنا درجة الحرارة اللي وصلت إليها. الأول كان ماتين وتمانين يدينا مغناطيسي. طيب لما زود لخمسمائة وستين هيدينا أكسيد حديد اثنين. تمام كده؟ طيب يبقى هنا أكسيد حديد ثلاثة ولا أكسيد حديد الأسود ولا الف اي له الحديد ولا هيدينا الف اي او. ها انا عايزك انت بقى لستيخد رقمات الحرارة والتلك أعلى من سبعمية حديد ومن ربعمية لسبعمية حديد اثنين. طيب من آآ متين وتلاثين لتلتمية مغناطيسي. أعلى درجة الحرارة والتلكام خمسمائة وستين. يبقى احنا كده في مرحلة تكوين أكسيد حديد اثنين ممتاز. الف اي او. السؤال الرقم 10. عند تفاعل الخرصين مع حمد الكابرتيك المخفف يتصعد غاز يمكن أن يسبب ما يلي. هو من الغاز الأول؟ الخرصين مع حمد الكابرتيك المخفف هيحل الخرصين مع حمد الهيدروجين وتصعد غاز الهيدروجين. غاز الهيدروجين ده ايه يا واله؟ ده عامل مختزل. يعني ايه يا واله؟ يعني نقص حالة التأكسيد من الأعلى إلى الأقل. هل تحوي الثين لثلاثة؟ والله ما ينفع. والله ما ينفع بالله عمليه تأكسيد. تحوي الحديد ثلاثة للحدد الثين ها ده ينفع علىMAية أكسيد. طيب تحويل المنجنيز اثنين لمنجنيز ثلاثة والله ما ينفع ده عملية اكسادة تحويل المنجنيز ثلاثة الموجب سبعة نفس الشيء اللي قبل منه ما ينفع شيء لان ده عملية اكسادة ثاني الغاز المتصاعد هو غاز الهايدروجين الذي يعمل على عملية الاختزال يبقى انا هاخد الحالة اللي بيه اللي فيها حديثة اكسادة يبقى اللي جاب رقم به سؤال رقم 11 احد مركبات الحديد التالية قابلة للأكسادة والاختزال يعني ايه يعني ده بالفيس يعني يعني ايه يعني دوت ممكن اعمل له عملية اكسادة يدينا حالة تأكسادة اقل ممكن اعمل له عملية اكسادة يدينا حالة تأكسادة اعلى طيب مين ينفع اولا عندك الف اي او الف اي او ده ممكن اعمل له عملية اكسادة ممكن اعمل الف او عملية اكسادة او يدينا الف اي او تو او ثري طيب هل ممكن اعمل له عملية اختزال او ممكن اعمل له اختزال يرجع لحديد طيب الف اي ثري او فور ممكن اعمل له عملية اكسادة ويتحول الى ممكن اختزال ممكن طبعا ده خلط من اتنين وثلاثة ممكن اعمل له اختزال اجب منه حديد بس على حسب درجة الحرارة ده يمكن اكسادته اقول لك ما ينفعش عشان انا مرحلة الوحش في الاكسادة مفيش بعد مني لكن اختزال اه طبعا ده بيختزل على ثلاث مرات او ثلاث اشكال على حسب درجة الحرارة يبقى كل ينفى معادة جين اللي جابها تكون الف وضيه معا طيب نيجي بقى للسؤال رقم اتناشر السؤال رقم اتناشر بيقول لي عير الاشكال التالية يعبر عن العلاقة بين الكتلة الذرية والعدد الذري للعناصر السلسلة الانتقالية قلنا ان الكتلة الذرية بتزيد بزيادة العدد الذري لكن كان عندنا استثناء او exception كان عندنا النيكل كان ايه اللي بيحصل له كان النيكل بيشوز عن ذلك ان كتلته بتكون اقل ليل ان عنده خمس نظائر مستقرة فبالتالي هاخد الشكل فيه زيادة ثم دروب ويطلع تاني الدروب دي ده النيكل فالاختيار هيكون رقم جيب وده نهاية صفحة 38 يلا نخش على 39 سؤال 13 يمكن الحصول على اكسيد الحديد الاحمر من الحديد اكسيد الحديد الاحمر ده اللي هو مين اللي هو الهيماطا هل احلال بسيط ثم انحلال بالحرارة احلال بسيط ثم انحلال بالحرارة طيب بصوا معي كده احلال بسيط يعني ايه يعني انا ممكن اجيب مثلا الحديد افعله مع حمض الكابرتيك المخفف طيب ادينا المعادلة كده الحديد اف ايه مع حمض الكابرتيك المخفف اتش تو اس او فور نكتب معادلات كده ونشوف ينفع ولا ما ينفع هنا الحديد اف ايه زاد حمض الكابرتيك اتش تو اس او فور ايه اللي هيحصل الاف ايه هيحل المحل الحديد هيدينا اف اي اس او فور زاد الاتش تو يتصاعد طيب الاف اي اس او فور ده لو سخنته حديدنا اكسس الحديد 3 ودينا SO2 ودينا SO3 فده معناه ان رقم آلف تنفع خلاص احلال بسيط ونحل الحرارة الاجابة رقم آلف تنفع هل جانا ثم احلال مزدوج وانحلال بالحرارة نجرب هل جانا يعني التفاعل مع الهالوجين اللي هو فلور او كلور او بروم او يود الحديد FE مع الكلور CL2 بيكون كلوريد حديد 3 FE CL3 باكد هعمل عملية احلال مزدوج FE CL3 مع اي ملح فيها مع اي هيدروكسيد وليكن ينفع N-OH وينفع NH4OH اعمل تبادل مزدوج NH4CL والFE ياخد OH فيدينا FE OH زائد NH4OH طيب بعد كده هعمل ايه هعمل تسخين بقى للFE OH البيو 3 هيدينا اكسيد حديد 3 ومية برضو رقم به تنفع بكده معي ألف وبه صحيحة تاني اكسادة ثم اختزال اكسادة لو انا اكسادته اللي هو اكسادة الحديد الدينامين الاكسادة الحديد مباشرة FE زائد الأوتو هيدينا FE 3 و 4 طيب لو عملت له عملية اختزال مع الهيدروجين او اول اكسيد الكربون عمر ما يدينا اكسادة حديد 3 يما يدينا FE O يما يدينا FE لكن انه يكون هيمطات ما ينفعش فجيم ما تنفعش بنا عندي الاجابتان ألف وبه صحيحتان يلا يا وحش 14 ايا من التالية يحدث عند معالجة الهيمطات بغاز الهيدروجين من 400 إلى 700 طيب احنا الاول لما الهيمطات ده اللي هو FE 2 O 3 FE 2 O 3 مع الهيدروجين ودرجة الحرارة من 400 إلى 700 يبه يكون FE O زائد مية هنا اكسيد حديد 3 وهنا اكسيد حديد 2 طيب هل يزاد عدد التأكسد لا والله ده كده قل ده كده عدد التأكسد قل ما ينفعش هل يزاد عدد الالكترونات المفردة الالكترونات المفردة ازاي ده الحديد 3 ده FE موجب 3 الدي بتاعته فيها 5 وفيه 5 الكترونات مفردة 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 طيب هنا الأكسيد حديد 2 ده الدي بتاعته بيكون فيها 4 الكترونات مفردة يعني ده في 6 في 6 الكترونات فتلاقي فيه 4 مفردين هنا 1 2 3 4 5 5 وده 6 يبقى عندي 4 مفردين يبقى الإجابة مش صح يبقى رقم بي ما تنفعش ده بيقل لعدد الاكترونات المفردة جيم يقل لعدد الأربطالات النصف وممتلئة تبتعى لبص كده هنا عندي كام أربطان نصف وممتلئ 5 هنا عندي كام أربطان نصف وممتلئ 4 يبقى رقم جيم صح تزداد درجة الاستقرار لا طوعا لأن حالة التأكسد موجب 3 أكثر استقرار موجب 2 أنا حاولته من 3 إلى 2 يعني من أكثر استقرار لأقل استقرار إذن الإجابة هي جيم وفقط سؤال رقم 15 بيقول للتمييز بين سبيكة الحديد الصلب وسبيكة النحاس الأصفر يستخدم هل أستخدم محلول الصد الكوي ولا أستخدم حمض معدني مخفف ولا أستخدم محلول الأمونيا ولا لا توجد إجابة صحية إيه الفرق بين الاثنين أولا الحديد الصلب وده عبارة عن حديد وكربون وميلو الحديد والكربون إيه اللي بيحصل فيهم أولا الحديد والكربون بينهم ارتباط فيزيائي يعني الحديد مش متفاعل مع الكربون يعني الحديد مازال محتفظ بخوصه طيب أنا لو حطيت على الاثنين مع حلول الصد الكوية مش هيحصل تفاعل ليه لأن الفلزات ديات متتعالش مع القلويات لكن تتفاعل مع الأحماض إزاي هتلاقي هنا في السبيكة بتاعة النحاس الأصفر مثلا عبارة عن إيه عبارة عن نحاس وعبارة عن قرصين وسبيكة الحديد إيه اللي يحصل فيها سبيكة الحديد هيكون فيها حديد وكربون لما حطي HCL على الاثنين إيه اللي هيحصل بص معايا كده هحط مثلا هنا الHCL هحطه على النحاس الأصفر عبارة عن نحاس وعبارة عن قرصين والHCL هحطه على الحديد الصلب عبارة عن حديد وعبارة عن قربون هنا الحديد هيتفاعل وهيبقى لنا الكربون الكربون ده مادة سوداء وهنا الخرصين هيتآكل وهيبقى لنا النحاس سيو والنحاس ده مادة لونها ايه؟ مادة لونها احمر يبقى هنا عندي مادة لونها اسود وده مادة لونها احمر اكيد عرفت الاتنين من بعض تمام كده؟ يبقى هنا هاتف حمض مخفف طيب سؤال رقم 16 عند امرار بخار الماء على الحديد عن درجة حرارة 500 طيب حديد على بخار مية ودرجة حرارة 500 ده يدينا الماجنيطايت ثم تسخين مركب الناتج في الهواء تسخين في الهواء يعني عملية اكسده هو الماجنيطايت لما يتأكسد يدينا مين الماجنيطايت لما يتأكسد يدينا حالة التأكسد الاعلى منه اللي هو FE2O3 يبقى الاجابة رقم 16 هتكون هي رقم ألف طيب السؤال 17 17 بيقول لي احد خيمات الحديد يصعب تأكسده هو مين اللي بيصعب تأكسده اللي وصل لحالة التأكسد الاعلى اللي هو مين اللي هو الهيماطايت يبقى رقم 17 هيكون الاجابة اللي هي فيها اكسيد حديد 3 اللي هو فهمين اكسيد حديد 3 طيب الماجنيطايت عبارة عن ايه الماجنيطايت ده عبارة عن FE3O4 لما يتأكسد يدينا FE2O3 يعني ينفع يتأكسد طيب الليمونايت عبارة عن اكسيد حديد 3 متهدرة FE2O3 ضد 3H2O او المعمل عملية تسخين الميهة الطيرة يبقى ان الهيماطايت ينفع تأكسد؟ لا ما ينفعش تأكسد يبقى به اجابة صحيحة طيب الهيماطايت الهيماطايت برضو ما ينفعش يبقى الاجابة هتكون به وهتكون جيم يبقى الاجابتان به وهتكون جيم سؤال رقم 18 التمييز بين اكسيد حديد 2 واكسيد الحديد 3 يضاف الى كل منهم قبل ما نقرس الاجابات ما الفرق بين اكسيد حديد 2 و 3 اولا كل الاكسيد والحديد يتفعلهم من الأحماض المركزة لكن يتفعل من الأحماض المخففة هم 2 حديد واكسيد حديد 2 وبس يبقى لو عايز اميز بين اكسيد الحديد 2 واكسيد الحديد 3 حطي معلم حمض المخفف اكسيد الحديد 2 يتفعل اكسيد الحديد 3 لا حتى بصدق الاختيارات حمض كابراتيك مركز حمض هيدروكلوريك مخفف حمض هيدروكلوريك مركز حمض نيتريك مركز خطف لك من الفرق الوحيد اللي يتفعل مع المخفف هو 2 فلذلك هتطلق 3 مركز و 1 مخفف فاليجابة هتكون هي رقم به حمض هيدروكلوريك المخفف ليه؟ لان اكسيد الحديد 2 يتفعل مع الاحماض المخففة بينما اكسيد الحديد 3 يتفعل مع المركزة فقط سؤال رقم 19 عند تفاعل برادة الحديد مع حمض الكابراتيك 0.02 مولر اي مما يلي صحيح هل يتكون ملح 2 وملح 3 للحديد ويتصاعد غاز له رائحة نفازة ولا تصاعد غاز السعر لفرقها ولا ألف وبه صحيحة طيب اكيد 0.02 مولر ديت لها اهمية ده مين ده؟ ده التركيز طب التركيز ده ايه؟ التركيز ده قليل جدا ده مش جايب واحد ده ده 0.02 مولر يعني 2 من 100 مولار يبقى ده معناه ان الحمض ده بيكون مخفف فبالتالي الحمض المخفف بيدينا ايه؟ بيدينا كبرة الحديد 2 ويتصاعد غاز الهيدروجين تاني الحمض لو كان مخفف يتفاعل بطريقة مختلفة تماماً عن لو كان مركز التفاعل ازاي؟ بص معايا كده الحديد 2 الحديد مع حمض الكابراتيك المخفف ههط على الساهم ضيل ايه اللي هيتكون؟ ده احلال بسيط عادي F-E-S-O-4 زاد غاز الهيدروجين انتشوتات صعب لكن لو كان مركز بقى F-E زاد H-O-S-O-4 كونك فارح ابن العمض يعني كابريتات حديد 2 ويتاني كابريتات حديد 3 ويتاني شوية كابريتات اكسيدو ويتاني الهيدروجين وكمان اكسيد المي ده كل معتمد اذا كان الحمض مخفف او مركز طبعاً نواتك مختلفة تماماً هنا هيدروجين وهنا مي ويتس أو تو كمان وهنا املح حديد 2 واملح حديد 3 لكن ده ملح حديد 2 بس طيب يبقى هنا ايه اللي هينفع ااخده هنا في سؤال رقم 19 طبعاً هنا بيقول لي ملح 2 وملح 3 لأن ده حمض مخفف 2 من 100 ده مولاري ده حمض مخفف تركيز قليل وبالتالي هنا يتصعد غاز الهيدروجين وهو يشتعل به بفرقعة يبقى اللي جابها تكون رقم G طيب يقول لي يتصعد غاز لو اروح انفزها موديل S-O2 ده في حالة المركز ملح 2 و3 ده في حالة المركز يبقى اللي جاب رقم D سؤال رقم 20 وهو اخر سؤال عندنا في التست بيقول لي عند تسخين الحديد في الهواء لدرجة الاحمرار يبقى ده كونت مين كونت ماجنيطايت ثم تفاعل الناتج مع حمض الكابريتيك المخفف ثاني عند تسخين الحديد في الهواء لدرجة الاحمرار ثم تفاعل الناتج مع حمض الكابريتيك المخفف ايه هتكون هل هتكون كابريتات حديد 2 ولا هيتكون كبيرة حديد 3 ولا خليط من 2 و 3 ولا أكسيد الحديد المغناطيسي إيه الصراحة ولا إجابات ينفع ليه؟ لأن إحنا لسألين أن الوحيد اللي بتفاعل مع الأحماض المخففة هو أكسيد الحديد 2 أو الحديد تبدأ مغناطيسي يتفعل مع مين؟ يبقى نحن نشيل كلمة مخفف دي وخليها المركز خلاص؟ يبقى بالتالي ندك هيكون أو اللي جابها الكرة مجيم خليط من 2 و 3 أكسيد الحديد المغناطيسي أكسيد الحديد 3 لا يتفاعلان مع الأحماض المخففة ولكن يتفاعلان مع الأحماض المركزة فقط المغناطيسي زي ما قلنا في أول سؤال يدينا خليط من أملاح حديد 2 وأملاح حديد 3 حتى في الإجابات هتليعملها رقم جيم وبكده نكون خلصنا تيست نمبر 1 وده نهاية صباح التسعة والتلاتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته